يا عادل، النوم من الناحية البيولوجية مهم جداً للإنسان والعلماء كلهم أسبداً أنت عارفة أن أنا فعلاً يعني ميت متعب ونفسي أنام بجد يا رانيا؟ صدق أن أنا غلطانة أن أنا حبيت أضيف لك معلومة مش عندك أصلاً؟ والله ما تستاهل، والعلمك، أنا أصحابي كلهم معتمدين علي في أمورهم الحياتية وما بيعملوش حاجة غير لما بياخدوا رأم عشان كده حياتهم كلها متهببة ومتلغبطة مش مصدقني يا عادل؟ أنا برفع سمعت التليفون وأسألهم يا عادل من غير ما أسأله، وبعدين ببساطة خالص يعني أنت عايزة تفاهميني أن أنت عندك أصحابي ده أنا ساعات بحس بجد يا رانيا أن أنت مقطوعة من شجرة يا سلام، حوش الراجل حوش وأصحابك عايزين نبقى نعمللك فهرس بأسماء أصحابك ليه وأنا مصاحب كتب وبعدين الأصحاب مش بالعدد يا ماما ولكن بالنوعية أنت عايزة تجيب أصحابك اللي ملهمش لازمة دول أصحابي تقصد أنت بتغلط فيها عادل ولا إيه؟ أنا مبغلطش فيك عموماً العلاقة بين أي راجل وراجل غير العلاقة بين ست وست الموضوع مختلف تماماً أصدك أيه برضو مش فهمة؟ يعني العلاقة بين أي راجل وراجل بتبقى مبنية على إيه؟ على الرجولة والشهامة والجدعانة والمرجلة لا حرام، واحنا العلاقة بيننا بتبقى مبنية عطوب والزلط والعبط أنا ما بقولش كده لكن بقول مثلاً العلاقة بين أي ست وست بتبقى مبنية على الرغي واللات والعجن وأي كلام بتعود وتتكلمو طول الوقت ما بتزكوتوش ايه اللي انت بتقولو؟ ده تصفة اللي انت بتقولو ده تصطولي أنا رغاية أنا عمري ما رغيت أصلاً هو أنا يعني ديك إن أولاً لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل منها وبنسناك دمه عندنا برغي أهلاً أنا مرغي يقال أنا رغاية أنا عمري ما كت رغيت أنا عساساً بحاول الحلkeep المشاكل اللي بني ياه دي يا رامزي ما قالك مسك دماغك ليه؟ بصداع جامد قوي ملاقيش حاجة معاكل مخص مصداع ولا مخص ولا كوكتيل مع بعضه لا يا سلوك انا مش عارف يا دولا يعني لما بحس بصداع يعني رجلية بتوجيه انا مش عارف ليه انا ان انت ابن مزينا يعني احنا بنقادمين انت مخلوق مختلف يعني فاكيد طبعا مخك مش في دماغك مخك في رجليك فعشان كده لو انت تمشيت بقى وروحت على القهوة جبتلي كباية شاي هتلاقي ايه الصداع دراح على طول ماشا دولا يا الحمد لله الصداع راح يا الله يدروحت الشاية عادل عادل سعي الصحبة وحبيبي عاطيّي البنداني يا صغير يا ناس يا فحربيان ازاي اياك وحشنا جوا 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 والله انت وحشنا اوي اهلا بيك ازايك عما عطيّة ممسوطة ان شوفتك الله يخليك عدو الله اهلا بيك اعرفك عفاف مرتين حسن ولدي شنططي تفضلوا اتفضلوا هالكرسي اذا انا تفضلوا اهلا سهلا بنور والله يخليك بالله يا عدول انت فين يا عم فينك من زباة يا راجل انت بتسأل يعني خبر ايه ما انت عارف يعني عطية الدنيا مشاغل وتلاهي يا الدنيا صح مشاغل وتلاهي والحالة بجد غلو مين الاخ دي الاستاذ ده مين لا ده مش استاذ ولا حاجة ده لواد رمزي يعني شغال معي في البزار وابن عمي يعني ودعمك يا مرحب يا مرحب احب عارفك بنفسي عطية البنداري طبيب بيطري انت ما دي فرصة عطية الحمد لله دول اقوله عصداء اقوله عصداء انا هقوله هو بيرفوس اصل اشتو العمر ده من خفيفة عادل ربنا خليك اهلا وسهلا منور ويعني ايه الصدفة السعيدة دي والله يا للي اسعد شوف اقول لك على حاجة حتشوفني يومين واربع اليوم يومين اش معنى يعني انا اصلي قتب صافر قم معاد اخلاع الطارد اخر يومين قلت ما تعودش سهاجي وتجع بعد يومين ادور على واحد صاحبه وحبيبي اجل عندي يومين دول جوم جاعدت ادور ولفلف ضطيت قدامي جيتلك على طول انت متأكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب دورت ولفلفت ملجتش غيرك انت ده الدنيا صغيرة جوي ايها صراحة الدنيا صغيرة اه بس الشقة صغر يعني لا ما بقولش بقول اهلا وسهلا يعني ان شاء الله كل حاجة لها حل ومنور واهلا بيكو هتا اي حاجة يا ابني عصير توت تفاح بلح اي حاجة ايه تفضل ايه ده؟ توت اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الدكتور عطية البنداري ده كان زميلي كان زميلي في الدراسة وهو من اهل الصعيد يعني ومنورنا هنا في مصر طبعا والمدام مدام عفاف دي زوجته وحسن ابنه ودي الشنطة بتاعتها اهلا وسهلا بيكو يا مرحبا اهلا وسهلا باهل الصعيد زرنا النبي والله اهلا وسهلا باهل الصعيد دي رانيا امراتي ودي حماتي ودي اسمين بنتي ودي ماما ودي سناء اختي والله العظيم تلاتة ومليكه علي يا يمين كاني جاعد وسط علت في زهج طبعا طبعا منورنا والله يعني هو دكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني بس حصل مشكلة معه في شركة الطيران فان شاء الله هيقعد معنا يومين انهو في البيت بتاعنا يعني واحنا طبعا كلنا مرحبين ويعني اهلا وسهلا بي طبعا ولا ايه طبعا طبعا اهلا اهلا انا اعمل صداقة اهلا اهلا وسهلا بحضرتك طبعا ما هي دي الصداقة ودي الصحبية وهما دول الاصحابي عادل مش كده يا حبيبي الله والله يا جماعة انا قلت العطية من الاول ننزل في فندق قال لي لو عرف استاذ عيدل هيزعل جوي 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 طبعا لا هزعل يعني هو اصلا عرف عطية من زمان بيقعد يتهيق له حاجات ما بتحصلش هزعل يعني طبعا والدكتور ان شاء الله قاعد معانا قد ايه يومين يومين والله كان نفس اجدع معاكم اكتر من كده لكن اهل غصب عني وليه ليه ما تجدوا قد معانا قدر من يوميات ما تزكرة ممكن انك تغيرها ما هي الدنيا فسحة مش كده ولا ايه كل حضرتك يعني سايق عليك يا سيد عبد الرحيم الجناوي تضغطاش عليها تكبر في دماغي اه خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليها حماتي وبعدين معجيز ما تضغطوش عليها يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اهلا بيكم تصدقوا انا حاس ان انا جاعد في بيتي ما البيت بيتي اه طبعا يا جماعة انا عايز بس افهمكم حاجة مهمة جدا ان الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي يعني كان غصب عني زي ما انتم شايفين وانا دبست في الموضوع ده وبعدين يعني هما كلهم يومين ويتكل على الله يروح ماشي يا عادل ماشي الراجل لحاجي يقعد يومين دول هيقعد فين هننصب له خيمة في الصالة لا يخص عليك يا سنة ايه الكلام اللي بتقولي ده لا طبعا احنا كده يا حبيبتي اللم بعدنا بربطة المعلم وروح نقعد في اي قتل وهو يفضل يبرطع في الشقة زي ما عايزش ان يبقعد مرتاح يا جماعة بس يعني انا مش عايز طول الوقت لتو عجن وقودة اللي انا باخدو منكم مفيش اي حاجة مفيدة انا بقولكو يا اخوانا هم ايومين بس فكروا معي عيبات فيه جاميه ها متبصليش جاميهين ها علشان القودة دي كلكو تبعدوا عنها مش عايبات هنا خالص يعني قلتك هي اللي ما تنفعش قودتنا هي اللي تنفع حبي لاخيك ما تحبوه لنفسك يا أتي ها هي مشكلة يا عادل بس الراجل ده حيبات فين وعلى حساب مين فينا انا عندي الحال يا ماما انا قولها الله صنع احنا عادين بقى لنا ساعة انا بفكر يعني رانيا ها 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 بس يا رانيا يا رانيا استني انت لو بيت انهوك مع ماما في القودة في الحالة دي احنا هنسيب له القودة وانا مستعد انام في الصالة ايه رأييكو؟ لا والله ومين بقى حضرتك اللي اقوحلك بالمهامات والايهامات في المغاك والخيالات دي ان انا على اساس الحسيب قطي واطلع بره ها يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر ده انا اللي هنام في الصالة وانا زنبي ايه هو صاحبي يلا صاحبك اتحمل صاحبك يا حبيبي يا سلام يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكلة دي والتيارة بتاعتها تأخرت يومين مش كنت هتبيتيها هنا وانا كنت هستحمل برضو يعني دلوقتي بس صاحبي بقى ام قد المام اه طبعا صاحبك طول عمرهم قد المام مين قال غير كده خلاص بقى يا رانيا ده جوزك برضو وده صاحبه انتي تيجي تعودي معايا هنا وهم يومين هيعدوا مش كزا ولا ايه اهلا 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 وسهلا منورنا والله يا دكتور عطية انتي والمدام طبعا منوران زكا حسن عامل ايه ما تتخيلش مدى سعادة البيت بيت كامل كلهم عاملين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده اما لا اقول لهم يا جماعة يعني ما بلاش مبالغة يعني في الترحيب قالوا لا ده حقه طبعا يعني والله العظيم ثلاثة المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم يقولوا لي يا عطية ده كننا عندينا هناك فسوهاش بالطفد ده كننا في بيتنا يا سلام والله القلوب عند بعضها يعني وبص انا عايزك فعلا تحس ان انت في بيتك يعني مسلا لو فيه اكل معين بتاكلوه شربه معين بتشربوه يعني بص اطلب من غير ما تتكسف خالص انا اخوك طبعا اعطي الله يخليك عدول هو يعني اصل في الفطار عندنا شوية طلبات كده للولد حسن يعني هو اصل يحب في الفطار يحب يعني بيت مسلوق وبيت عيون ويحب كمان لبا منزوع الدسم ولو فيه عيش ما محمص جوي ولا محمص يعني شوية يعني بين البنيل يعني وبعدين المدام عنده صلا تحب اللي اشها كلا مجوي ياه سادة اللي قال فعلا والله اعطيه الايام الحلوه بتمر اوام شو ببص اليومين خلصوا بسرعة ازاي دلوقتي حالا ياه كان انا عارف طبعا ان انت زعلان ان انت ماشي يعني واليومين دول صعبوا عليك انك قابلت صاحبك وحسيت انك في بيتك وكل حاجة بس انا كمان زعلان والله اكتر منك بص الزعلان ازاي يعني والله يا عادل معارفة ابتدي منين الحكاية يا سيدي اي حكاية عايز تحكيها احكيها لنا واحنا رايحين على المطار ما تقوم تغير الجلبية دي بقى عم ونتك على الله واه لو فيه مطار من اساسه مفيش مطار ايه اه هتسافر بالبص ولا فيه حط بعض امال ايه هتسافر بالتوكتوك ولا ايه علي اليمين ما عارفة ابتدي منك ايه عادل بس اسطنية بصراح يا عمي هربان من الناس بالدور علي انا عندي طار يا عادل طار؟ معقولة عطية انت قتلت انت قاتل عطي قاتل علي اليمين ما قتلت احد امال يعني عليك طار ازاي بالوراصة يعني ولا ايه افاهمك انا امسك الفشارة دي انا كنت بعالي الجموسة عندنا في البلد جوم عالجتها غلط ماتت الجموسة اصحاب الجموسة رأسهم الف جزمة جديمة يقتلوني بدالها قليه جموسة وارسين على ابوهم وغلي عليهم يا سلام يعني يا عطية تم كنت تديهم تمن الجموسة وتخلص من الدوشة دي علي اليمين عرضت عليهم الطاق طاقين وثلاثة واربعة مرضيينش يا للدرجات دي يعني الجموسة دي غلي عليهم واحد منهم جلهم طنجر العمة لو كتلت والدي كان حسن لي ياه طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده ما تسافر وترجع يكونوا نسيوا ما هي المشكلة انك تبت عليك لما قلت لك انت حسافر برا مصر انا هربان منيهم عشان بيدوروا علي اه يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جموسة ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب معقولة يعني عطية ما علش يا عادل غصبي عني قلصت بصراحة اخترتك عشان هم ما يعرفوش طريقك هم دلوقت بيدوروا علي فما علش ياريتهم كانوا يعرفوا طريقي يا عم وخلصنا من الدوشة اللي احنا فيها دي معلش يا عادل يعني انا مش هطور في الجاعدة عندك هم يعني شهرين ثلاثة كل اربع شهور وبعدين فكي من عندك يعني فاش عاجل فكي من عندي ثلاث اربع شهور وبعدين تفكي ايه يا عم تفكي يا عم استغفى الله العظيم والله ما عارف اقولك ايه والله ما عارف اقولك ايه بس بص حلها لوحيد بقى ان انا افكر ان نشوف اي حل بس الجماعة اللي هنا لو سمحت انا هنزل روح البازار وارجع ياريت ما حدش منهم يعرف اي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل ايه عيب يا راجل سر كبير سر انا اللي في بير ماشي ما اقولك ايه عادل ايه انت الفشار اللي اتجايبها داي مليحة جو 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 ياريت تكتر وين هو انت الراجع ليك عندي حل يا دولة اقولهلك لا ما تقولش عناية يا دولة بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم انت احسن حاجة يا دولة تعملها تخلي صاحبك ده هوا يقوم واخد كافنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالزبط ويقوموا هما بقى ده بحين مكانه خروف واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصبنا من اللحمة ولا من شاد ولا من رحمة على اساس ايه يعني انا مش فاهم يعني انت كل اللي همك انك انت تاخد حتة لحمة ومش اشكال بقى عطية صاحب ده يموت ولا يولع يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دولة اه انا اللي غلطان انا اللي غلطان اني انا بتكلم معاكم بقولك على مشكلتي اصقل امشي يالا امشي يالا اخون من وش يالا سلام عليكم وعليكم السلام ايه 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 ده انتم مين ازاك يا اخي عادل الله يسلمك يعني انتم مين اني عنطر ابو شنب واكيد اللي معاك ده هو الشنب لا دخول الهلال ابو شنب اخوك ازاي يعني مش معقولة اكيد هو من شنب من اب تاني مثلا مش عاجبك وليه عموما ده مش موضوعنا نجايل لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخي عادل اتفضل يا سيدي اتفضل يا استاذ عنطر اقول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي انا عايزينك تسلمنا عطية البنداري اللي مستخد بيحداك في الشبجة ايه اه عطية البنداري انا معرفش حد بالاسم ده يا دولة عطية الصعيد يا روفي الشاكة روفي يا اخي عادل على رأي البليف الانكار مش هيفيدك احنا مركبينه وعارفين ان وحداك في الشبجة نخرب بيتك يا عطية على بيتك يا رمزي والمعلومة احنا كنا نقدر نخش نجيبه لكن عيب الشبجة فيها ستات الحمد لله ان فيها ستات اخيرا بقالهم فايدة نقوي تسلمهولنا ولا نتصرف بطريجتنا يا عم ايه ده انت بس بمسدس اللعبة اللي في ايدك ده بس عشان ما يبصه ومتعرفش تركعه ايه ده كده انا باتكلمه عن راجل يعني بص حضرتك يعني انا من رأيي ان احنا هنتفاهم نتفاهم نتفاهم علي ايه عاد ما اللي حصل حصل وماتت احلى داموسا في البر كله ايوة يعني مش معقولة حضرتك يعني اتموت واحد عشان خطر جاموسا ما انت مش عارف غلاوة الداموسا عندنا دايما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلالي لما بتيجي في ريطة الغالية اه خلاص انا من رأيي يعني بيهدوق بس يا استاذ هلالي انا من رأيي ان اجتمع انا وحضرتك كل استاذ هلالي والاستاذ عاطية ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكاية دي حل لي ايه بقولك احلى داموسا في البر كله يا حمم مدعودش يقول شوها بقى تقول جاموسا الراجل بيعمل ما لك يا سعادل دا لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى قهون في داهية يعني قصدك اتضحي بعيل من عيالك يعني الخلاصة ننجيلك بكرة في نفس المعاد على الجهوة تكون جاي وجايب عطية البنداري معاك وإلا حيبقى لي لتصرف تاني ايوة ولو مجيتش هتبقى العواجب صعيبة عليك مش عارف يا اخي هلالي انا شاكل كده ان انت تبقى من الصعيد يعني مال من وين يعني؟ نيوجيرسي حاسس يعني ان انت ملقصير ملقصيرين يعني كنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسة معدية جاموسة 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 مليس ما هو عادل دبي انو بيضحك علينا ومش ناوي ييجي يا اخوي يبقى هو الجاني على روحو لهو اللاي بعيال ولا ايه؟ السلام عليكم يا بلديني عليكم السلام عليكم ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطة مصر هيطلع الساعة كان بالزبط بح، واحنا إيش درانة؟ شايفنا كومساري ولا إيه؟ روح، روح افعل في المحطة طيق محسبكم عن تابلي أبو حواجب بطل من أبطال السعيد الجواني وانت إيه اللي جابك مصر يا أخا عن تابلي؟ بني وبينك فيه افطار كنت جاي أخده بس ضميري صحي وقال إرجعي عن تابلي، إرجعي عن تابلي وإرجعي عن تابلي ورجعت عن افطار يعني أطفرت افطارك ولا إيه؟ ده عار عليك، ده أنا طخك يا عمي طخني ليه؟ إنت مالك إنت؟ مين ده؟ ده أخوي الهلالي أخوك الهلالي؟ بص يا هلالي، هلالي إزاي؟ بص يا هلالي، بص يا هلالي إرجعي العار إنك تلواحد مالوه الزنب وعنده عيان مالوش زنبي كيف يعني؟ إيه ولا إن اللي حصل إن الحمار بتاعه رفص الخروف بتاعي فجتله، ها؟ فجتله، فأنا قلت راسي وألف سيف لازم أكتله لكن دميري صحي، ها؟ دميري صحي، وقال لي يا عن تابلي؟ يعني إنت السهب اللي عندها بلي؟ دي عنده عيان با، وعملت إيه لما شفته؟ أول ما شفته، شفت عياله، وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع، صعب علي وضميري صحي، ما أقول شوية يصحى، ضميري صحي، مجلعي؟ كانوا وحتعملك ده؟ ااااااااااااااا، ثدك كلامك صح؟ شعارف ليه مؤثر فيي؟ كويس إن كلاما مؤثر فيك إنتي، لو كان قصر فيك إنتي، مكناش عن لاجيك وهاصر هياياياا، هياياا قلب نعيك الدمها فيه الخير طيب، اااااا، أنا هتكل أنا ع الله عشان هالحج القطر لإن ضمير إيه صحي، ايوة مجل يمكن ما تلحقش القطس سامو عليك السلامة يا بلدينة تنفل بالسلامة إن شاء الله عادي يتأخر علينا يا عنطر ما لك يا عنطر سارح فيه نفكر في كلام الراجل اللي اسمه عن تابلي ده فد الجلامه صح يعني ايه مش فاهمك انت ناوي على ايه يا أخوي سامو عليك ومعليش اتأخرت عليك والمواصلات بقى انتم عارفين عاملة ازاي يعني انت هتضحك علينا ولا ايه كنا متفجين معاك تجيب عطية مش ولده يا عم بلاش مسدس اللعبة اللي في ايدك ده انا اصلي صراحة يعني بص يا معلم عنطر انا بصراحة كنت جاي بعطية معايا لكن احصل ظروف يعني المال هو فين يعني ته في زحمة المواصلات ولا ايه لا يا فاتك ما تهش في زحمة المواصلات وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير اما بتكلم معك كبير ياريت بقى القصير الصغير مايتكلمش قول اللي عندك ايه الحصل الحصل يعني صراحة يعني ان انا اما الولد ابن عطية يعني حسن اسمه حسن هو اما عارف ان ابو يعني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده فمن ساعتها بقى من بالليل يعني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتدايق ومكتائب وزعلان وكده يعني قصدك ايه بالكلام ده يعني قصد يا عيني ان الولد من مبارح مدقش لقمة ببقه مكلش خالص لا كانت يا عم بص يا عيني متأب ازاي ومتدايق عاف الله عما ثلف فدها للجاموسة عشان خاطر ابنه بس يدفع تمن الجاموسة برضه يا سلاو انت جيت في جامل يا عم دي جاموسة يعني مجراش حاجة وبالمرة بقى يا جماعة انتو الاثنين تكونوا معزومين عندي النهاردة ناكل لقمة مع بعض كده واتبلغوا عطيه بنفسوك اتفقنا؟ تفاجينا اهم حاجة والله يا جماعة انا مبسوط ان انتو دميركو صحي اه يعني ما شاء الله يعني سمع عليكم السلام هو مين اللي خرم الأزون يا ابني دي اشاعات يا ابني الأزون ما تخرمش ولا حاجة اسمع بقى اسمع بقى انا اسف اتفضل كمل يا جزمة احنا بقى سيدي ككماليات حية لينا طبعا ازونين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت كوكو الارض كوكو اسمه كوكو ده على الاساس ان الارض على شكل بطة يعني ولا ايه لا لا مش هكملش هعرف اكمل انا اروح بقى اقدم معلوميات دي اللي حتة وفاتلة غور غور يالا متكملش في ستين دهية حاضر يا دولة هكمل لك كوكو الارض ده بقى ليه ازون واحدة بس بيسمع بيها المعلمين سموها الازون المعلمين؟ اه اللي هما زي العلماء يعني سموها الازون ده حاجة حلوة ابتدت فهمني يا دولة ابتدت فهمني يا ابن عمي الازون بقى دوان اتخرم الازون اللي هو زي الودن بتاعت الكرة الارضية اتخرم ده حد مثلا نجي في الودن دي وقالتوت ولا مثلا الكرة الارضية بتستحمق دخل في ودانها مثلا شوية صابون ومية بونجورنو سينيوري بونجورنو سينيوريتا اهلا اهلا دولة هي ايه اللغة دي؟ ايطاليا بتاع كوكو ايطاليا جاموسا ايطاليا جاموسا ايطاليا جاموسا ايطاليا جاموسا اه اه طبعا يعني بس حضرتك احنا كسبانين في الحتة اتنين جنيه يعني ده اقل حاجة نقدر نكسبها ما نقدرش نقلل عن كده يعني ايطاليا جاموسا اه طبعا لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول فاحنا هنديكي لازم يكون جملة لازم يكون في سعر جملة يعني عشان نقدر نكسب يعني اه طب بقولك يا دولا ما تيجي نديلها من التماثيل المكسرة ايه مكسر دي لفوق ايه انا من نابل بحارت سباكتتي ايه طبعا من نابل يا لأ حارت سباكتتي بص يا حضرتك بقى حارت سباكتتي حارت موزاريلا حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش احنا بنخفضلك حاجة بس عشان ايه الجيرة اللي منا وبينكو في ايطاليا يعني لا لا يا دولا احنا لازم ان بقى نكرمها شوية ممكن نتنع بكسين كشري انا مش جاي اشتري انا جاي ابيو تماثيل فرعوني جاية تبيعي تماثيل فرعوني حضرتك يعني انا عمري بسمعت ان القدماء المصريين عملوا هجرة غير شرعية لايطاليا ده عملوها من زمان بقى ولا ايه اه حبيبي احنا هنبيو تماثيل مكلدة زي دولة سين اعمل فيكم احنا عاوزين ناخد شغل كلهم من السين تاخدوا الشغل من السين اه مهلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني عايزين تنفسوا الصين دي حاجة بينكم وبين بعض انا مالي احنا هنديكم بنصف اسعار سين لا لا مش ينفى بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمة يعني للحج ملك الصين انا شخصيا اديتهال انا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم كفاية هم اصلا قصيرين كلمة ايه اديتهال للحج ملك الصين طب اسمه ايه ملك الصين جاكي شان تريك ارت المعلومة في حاجة ولا حاجة عموما انا مديتش كلمة الحد وانا صاحب البازار البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا بس المهم البضاعة هتوصل امتا استبر شوية البضاعة مشونة في ميناء القاهرة يا دول اسمعني بقى اخد من رمز بقى كلمة بقى التماثيل دي ان ايطالي يعني بتاعت مشاكل مش بعيد لايها بتلقى بكرة جوا في المخزن يا دول تماثيل بتاعت بولو روسي ما بتقولك تماثيل فرحوني يا اخي انت بتتكلم ليه ملكش عزيزي هنحتاجوا الى السجل دريبي حتى تطيموا عملية الاستيرات والتصدير بالسلامة بالسلامة ان شاء الله تم بالسلامة سجل تجاري وبطاقة دريبية وكل اللي انتو عايزينه مادام مفيش فلوسة تدفع متفقين اشتا اشتا خلاص ماشي ماشي هبعتلك كل البضاعة اللي انت عايزة مع السلامة ايه رأيك بقى معلم جبتك انا هو بقى عشان اعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي ربنا يخليك ليه يا رب يا دولة هتجيب لي كوكتيل ياد كوكتيل ايه ياد ده انا بقيت رجل اعمال جامل جدا مش هقل من غدا وايطاليان فوديا معلم فول ماشي يا دولة بس بقى بالزيت الحق ايه ايه ده يا حضرات معلش دي طرى بالزيتنا يعني اسيبهم يا دولة اهو نتفرج على حاجة واحنا بناكل يا دولة انا استحالة طلقها اني لنسترد كل اللي دفعته دفع عمري كبيات حضرتك هتقع خليك فحالك هلا ولا ايه يا لدي ايه يا لدي لا 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 حضرتك خلي بالك يعني وانت هبتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي طرى بالزيتنا وقوموا بقى لو سمحتوا انا مكسل قوم انت اقوم انا ايه يعني حضرتك لا يعني ايه 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 مكسل دي لا ترى بالزيتنا وصمحتوا قوموا يعني يعني ايه يا ترابيزتك انت الشارع اللي عيش بتعكف ايه اه هتخشيلي بقى في سكة ان دكة في الحكومة والكلام ده ولا ايه طب يلا بقى من هنا بدل ما نروش ميا عليكم قدام الترابيزة يعني يا غبي يا غبي انت بتروش علي انا اسمع فاتح انا هكلمها لك ده بنت عمتي واي هتسمع كلامي ايه يا سوزي حلص النمرة ايه يا سوزي انا زعلان منك وعشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه بتقومي تعملي فيه كده يا ست هو مالكيش بتشغليش اشعل رقاصة زي ما انت عاوزها بس ده جوزك يا سوزي يعني يرجع اخر الليل يلا يا عشاء هتكلم هتكلمها ده موبايل انا ايه يا سوزي ايه يا ستي ده تلفوني حضرتك وهم عمليين بيتكلموا فيه من الصبح طب وانا مالي اذا كنت انت كارت انا اعمل ايه لا لا حضرتك عندك التلفون بتاعك كبارية اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجة امال بيتمشوا شغلكوا ازاي بلاش بقى الحركات دي هتكلمه 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 ايه ده انت بتعمل في السيلكة فوش السوزي لا لا يا دولا ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده الجنس اللي نايم يا ابني دي رقاصة زي ما انا صاحية مالها رقاصة هي مش لحم ودم زي انا لحم ودم وسيليكون سيليكون؟ انت قالي لا ده انا ولا رقاصة ده انتو نهاركم اسود موسيقى 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 دولا دولا انا سمع صوت كشفات في عناية انت هتعمل لي فهو اخوات يعني ايه بتشوك ودانك اهلا يا سيد عادل شرفت يا سيد رمزي ايه ده ايه ايه ده انا السود ده سمحته قبل كده هو حضرتك بتاع السوزي انتو في المخابرات العامة المصرية معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان ايه سعب؟ طب النقيب محمد وفيق فين امه قادم؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية خلينا احنا في عملياتنا انا عايز حد نشيل الغمامة دي من على العناية اه الغمامة على اساس انها هتمطر شيلها له بعد اذن الساقة اهو انا ونبيل الحلفاهم رقبانكم من فترة طويلة اوي للاسف انتو متورطين في عملية امن دولة كبيرة اوي امن دولة ايه؟ حضرتك لا يا فندم انا بحب مصري جدا واخر مرة مصري كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا وكنت بعد اقول تيت 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 مصري ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحي هنا اكتر من كده اه حضرتك خلاص يبقى البن عليكم اه 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 انا عايز اندهوت شهت عشان انا لما باكل بصهر على طول ولا ما هتزودش الطلبات يالا ممكن يجيبه لك اللي انت عايزوا بعد كده يخصموا من الدرايف انا عارف ان انتو مواطنين شرفاء صالحين فعلا لكن اعداء الوطن ما سهبوش لمحب الوطن حاجة يا سلام فعلا افندم على رأي المسهل اللي قدر عيش لخبازو وعلشان كده احنا جبناكم جبناكم هنا بخصوص الجسوسة اللي اسمها متيلدا باولو تعرفوها؟ لا حضرتك ما انا عارفهاش لا ايه يا دقولة لا ايه عام لا حضرتك احنا نعرفها انت مين اولها هتنكر اللي جات لنا البزار الناردة بتاعت التمثيل خرب ايه تاعت اه 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 يا فاجب سيدتك اعرفها اعرفها سيدتك يا انا يا فندم بس انا يعني كنت متلاغبط كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جسوسة طب وحيات عالم مصر وحيات الاهرامات وحيات ابو تريكا يا راجل والله ما كنت تعرف انها جسوسة انا بقى كنت تعرف لان هي فعلا كانت شكلها سوسة كده اهو اهو اعترف سيدتك يا فندم امسكوا بقى اعدموا بالكرسي الكهربائي حضرتك غرقا بالرصاصة بينه في اي حاجة ده حضرتك بالشغل جسوس لخمس دول عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الاول انتو مطلوبين في مهمة وطنية مع الجسوسة متلدا بولو تحت امرك يا فندم لو سياتك يعني عايزنا نعمل اي حاجة انا تحت امرك ممكن ازرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها او اكتبها شيكات بالحبر السري التمثيل اللي قالت انها هتورها لكم محشوة محشوة قنابلة ومتفجرات يلا رسوح كانت عايزة تفرقع في التمثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي يا دولة ايطاليا اعلنت الحرب علي ايطاليا بس يا عادل متلدا بولو معها فوق ال الاربعتاشر جنسية اربعتاشر جنسية دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه انا هفهمك ايو ابني ايو ابني اديني الراية صبر عمنا وانا كل ما اطلوبه يطلع في الحمام خلاص اديني اللي ايه واصل احظه الفقار يا اه نفسي اشوف نل نل ايه يا ابني وانت بما سبيره ما تهبط يا تهبط مقدم نبيل شغل الجهاز دي بقى صور متلدا بولو بعد تفكك للتحاد السوفيتي وهي كانت سبب في تفكيكه اكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على حسب الشيوع بتاع يلسن مثلا والمقى ده بقى ماركو فان باستن ايام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كورة كونه مع بعض خلية تجسس مأجورة واتعاملوا مع كل دول العالم اه اكيد طبعا دربوا اسعار يعني عشان ياخدوا المقاولة بتاعت الجاسوسية دي بسعر الخيس بقولك يا دولا هو الجاسوس بياخد كم في الشهر لا بياخدها بالقطعة مش بالشهر السنة اللي فاتت بقى حاولي اتجند الحضري عشان ينقل لها اخبار النادي لاخن هو رفضوا صد الهجم الله الله يا حضري ارقص يا حضري العب يا حضري ارجع بقى يا حضري دولا بقى خانيه بقى يجب شاق اتبطيخ هو راجع اه ونبعاتهم برضو يجبوننا جبنة على فكرة يا فن بسيادتك حيات المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالزرط انا بقى اسكت جروها عشان تجرجروها الله عليك يا نجم هو ده الكلام واحنا هنكون متابعانكم بس مش عاوز يبان عليكم حاجة لا ما يكونش عندك فكر خالص احنا منحس التنكر فاحنا متنكرين اصلا ده انا ساعت ما بعرفش نفسي امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل حضرتك طب يعني ان شاء الله ما العملية دي تمت بسلام يعني احنا هناخد ايه طب انا اولاد مصر عمرها ما بتنسى اولادها دولا اقولك يا دولا اسمع بقى انا جيب لك شغل تجسس انما ايه ايه شغل تكسس لوز ده ايه التجسس اللوز ده حتة وفاتلي يا دولا تلعو بوليس بوليس هفجروا في الشيشة لا يا دولا انا بارح بالليل سمعتهم وهم مش واخدين بالهم ان انا سمعتهم وهم بيتكلموا علي وقال ايه مش راضين بالاسم اللي انا عملتها لهم بتاعة رجيف الحووشي اللي انا سرقتها من عند بتاعة عم عبد وتاعة الحوووشي ولا رمزي معلومات دي خطيرة اوي يلا اوعى تقولها لأي حد وخصوصا يوسف شعبان ونبيل الحلفاوي احنا هنفضل سبيان مخابرات لحد امتى انا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونفتح شركة مخابرات خاصة لين احنا بقى نكونها واحدة واحدة وجهاز جهاز وشركة شركة يا ان انا بفكر كويس قوي لان في واحد اتفقت معاه هيجيب لي جهاز كشف الكتب بالتقسيط استعمال خفيف يعني كتبتين ثلاثة كتب الله عليك يا دولا طيب وانا بقى هتشغلني ايه بقى معاك فيديا بقى انا هتشغلك مسل حي لإيه يا دولا مسل حي يعني لو اي حد عايز يجسس ولا حاجة اما فرجهم عليك ماشي هيخافوا يجسسوا بعد كده اهو ده المثل ده اللي بيأصل للجواسيس اللي بيتقبض عليهم ماشي يا دولا واحنا هنفضل صوارين لامتى يلا وانا هفضل شغال مع يوسف شعبان بالشنبو ده انت عارف يا دولا انا شاكك ان هو حاطت كاميرا في شنبو مخبيها بس بس جمي يا لكم مين مين جمي يا لكم اعداء الوطن شاو سينيوري شاو سينيوريتا اهلا 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 اقدم لكم جزء اختي مارلون براندو مارلون براندو؟ لقتيه فقان هو نادي فيديو ده مارلون هو اكبر منذوب تسويق تماثلي في العالم طيب ما يسوق لنا التمثال بتاع رمسيس التاني لان صراحة يعني متمرمز معانا اللي هو التمثال ده اه شوها في صلاح السالم شوها في مدار رمسيس شوها في مدار الرماية يعني صراحة بيكلف يعني اه ده غير بقى اكله شربه سجايره وكل ده من شهريت الدولة وصراحة الدولة مقصرتش يعني بس يعني دي مصاريف كتيرة قوي يعني عليها على اساس ايه تمثال وكيف ومش معقولة يعني لا اهنا عندنا خطة متخطاتة تخطيط بخطوط مخطوطة عشان نشتري مصر كلها قصدي نشتري تماثيل مصر كلها اشتري تماثيل مصر كلها تماثبونا تمثالين ثلاثة للواد رمزي كسارهم يعني اه انا بموت في التماثيل بس انا عايز معبد لوحدي افتح في بزار لا دي صفكات كبيرة مو سوانها دلوقتي المهم دلوقتي عندنا ان اعنا نخلص من الشغلان المنايلة بسئتين ايلة دي اسان كله يرزق كله يرزق ماشي عم مارلون مع ان فيلمك الاخير ما كانش عاجبني ادائك اللي هو السهل الممتنع ده جوس اختي مارلون سوف يقوم بتسليمكم صفقة تمثلي ومنسمة ايه منسمة دي لا 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 معلاش حضرتك تحترميني احترمك هتقولي منسمة ونغلط في بعض لا معلاش نو 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 هي يا اصدقى يعني اوامك اوامك يعني اه اوامك اوامك ماشي اذا كان على اوامك اوامك احنا جاهزين مارلون سوف يكون معاكم خطوة بخطوة التي تدلها اه اوكي هيبقى الخطوة التي تليها عادي جدا حتى يكون بتسويكها مش احنا متفقين على كل حاجة مش اتفقنا احنا احنا اتفقنا خلاص اوامك مش انتو هدف الهدف ان احنا منطقة تكون عجة بالسكان يعني كل شازية توصل قصدي كل كتعة من التماثيل توصل لكل فرد من مصر العزيزة مصر العزيزة واضح ان انت بتحب مصر اول خواجه او انا بحبها كتير انا شربت من نيلها شربت من نيلها انت وشرين في كوباية واحدة بقى اللي هي ما شربتش من نيلها المهمة يعني هتسلمونا امتا وفين اه غدا هنا في البازار اه يلا يا مرلون يلا حبيبتي يلا يلا لاب الروحي هم فيهمت حاجة يا رمزي لا اه يعني يا يوسف بيا حضرتك بزلت واضح مجهود كبير او في التنكر يعني معرفت اشتعمل حاجة في شنبك ده دولا افتش على شنب ويمكن نلاقي الكاميرا ناخده ونروح بيها القناة رنتصور انا مش قلتلك تخفي شنبك شوية يا اخي اهتم بشنبك زي ما بتهتم بشغلك سيبك من شنب الوقت يا نبيل المهم وصلتوا ليه اه وصلنا حضرتك مصيبة سودة يعني حضرتك اه تخيل اه جايبين التماثيل وعايزين ان احنا نوزع لهم التماثيل دي في اماكن مليانة سكان بتاع عجب السكان يعني او اماكن سياحية اه مش هيلحقوا يوصلوا للخطوة دي طب بصوا يا رجالة احنا ممكن نخليهم ياخدوا التماثيل ونروح وراهم نفجرها في بلادهم تحت بيتهم لا احنا بزيهم احنا ما بنابلش الشر بالشر ايوه صح لان دايما الخير بينتصر في النهاية على الشر انا شوفت كده في كل الافلام طب حضرتك ايه يعني تؤمرونا باي نعمل ايه بصوا انكم تصدرجوهم لما كان مواسع وده حيسهل عملية اطلاق النار لو استدعى الامر بس يبقى في القه يبقى في القهوة بقى دولة علشان حتى لو ضربونا بالنار نقوم نرش عليهم مية مغلية في وشش يا خلي 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 هجيب مية مغلية منين ما انت ساعتها ممكن تكون واخد ضربة في رصاصة مثلا في صدرك ولا حاجة هتقعد تسحف لسه للغلاية يهبل انا ما قومش الحد يا دولة انا الواحد الشاي اللي انا هتطلبه يجيلي الامر وعمر اشكركوك اسكت وط صوتك انت بتشوش على الجهاز اللي معايا اقبضوا عليه بقى يا فندم يا فندم حضرتك اقبضوا عليه ارحموا مصر ارحموا الوطن العربي كله حضرتك ده جاسوس ده بيتجسس لحساب غباءه يا فندم تخترح المكان ده فين يا مقدم نبيل اعتقد يا عقيد يوسف شعبان ان احنا محتاجين مكان واشح وفي نفس الوقت دي علشان ما يقدروش يهربوا مننا بس انا عرفتوا المكان ده احنا نروح بيت دولة والبيت دولة ده لا يعك بالسكان يابني ده بيعكوا بيزفرت بالسكان اسكوتينتم مش مهم يا عادل مش مهم كلنا فداء مصر ايوه كلنا فداء مصر او فداء الشندويدي بس حضرتك يعني البيت مليان ستات اماشيهم ازاي قولوهم ايه قولك باعدتهم يجيبوا ورقة بوستة بس اوفراني بحضرتك ورقة البوستة دي من زمان من ايام فؤاد المهندس الحكاية تغيرت دلوقتي انا هتصرف انا هتصرف مع ان الحكاية دي هتكلفني فلوس كتيرة جدا بس برضو كله فداء الشندويدي بس اتفعلها حضرتك العنوان اهو عشان تيجوا عليه على طول ايه ده؟ واضح ان حضرتك مدرب على البلع يعني مهم جدا انك متسبش اي اصلاك انا عارف انت عارف دولة انا احسن منه على فكرة انا وانا كنت زمان كنت ممسح الصبورة باللسانة ايه ده؟ ده انتفاصيلة نادرة احنا محتاجينه بناخده يبلع الورق المهم وبالمرة الزبالة اده يا انا اخرب بيتك اتشتغل معزة في المخابرات يا انا بس خلي بالك بقى متعودش اتمامة طول الليل وطول النهار لان برضو سيادة الليوة سلاحظه الفقار بيحبي اي ساعة الظهرية هو والنقيب اشرف زاكي بكرة الساعة خمسة وخمسة هنبقى في العنوان عندكم ومتنكرين الله الله على الدقة بص الدقة بتاعتهم يا لأ خمسة وخمسة اكيد بقى بما ان انتو دقاء قوي كده فهتيجوا متنكرين في زي ساعة حيطة مثلا ستلقاش طيب فين بقى المسدسات ليمونة عليها المسدسات اللي ما بتخلصش دي عشان نفرتك العصابة ده مسدس ستة ملي ايه خلي بالك من نودة عودة بعيد احنا نزودهولك يا اصلا طامن مفروض زخيرة الزخيرة شاحة انتو ايه خفين همسوه ساعة اولع بس احنا مادقين على طلب ليه ممكن نحتاجها دول احنا لازم بقى نجرب بالمسدسات دي عشان لو تلقى تبايزة نعرف نرجعها ترجعها ايه وانت شاريها من مكتبها يا ابني وبعدين ما انت فكتها من الكيس بتاعها ما حدش يرضى رجعها لك يا غبي طب افرد بقى دلوقت الرش بتاعها خلصان رش ايه يا ابني ده انت طالع تستطع صفير ده انت طالع على عصابة وعصابة جنبة جدا يلا ماشي يا دولة طب هنعمل ايه طيب هبص مسألة بسيطة خالص هنعمل لك بروفا دلوقتي انا دلوقتي كأن انا البوليس وانت العصابة انا العصابة الوحدي يا سيدي انت رئيس العصابة والعصابة غايبة النهاردة تصرف هتعمل ايه هاخصم لهم ولو كرروها هبلغ عنه ماشي ماشي انا دلوقتي البوليس هقول بوليس هتجري هاقومي شنكلك تقوم انت وايه على الارض والمثدس يبعد عنك هاقوم انا ايه طالع على نفسك واخد منك المثدس وقتلك على طول اتفقنا؟ اتفقنا دولة تم انت معاك المثدسة دولة قتل لي وخلاص بيه يا ابني المثدس بتاعي في الكيس بتاعه عشان اما رجعه يا غبي ها جاهز؟ جاهز يا دول يلا بوليس العصابة غايبة فوت علينا بكرة ايه بكرة ايه؟ يلا اجري عشان اشان كلك يا غبي بوليس المثدس وايه اه اقتني بقى اقتني سالة سالة قوم بسرعة يلا العصابة واستت بسرعة يلا بدل ما يقتلون احنا الاتنين خلي المثدس معاك داريه 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 ماشي خبيه انا اروح افتح ماشي بسرعة دولة اهنا جينا اهنا جينا اهنا جينا اهلا وسهلا هذه هي التمثيل طيب ما حدش بقى يولع اي سجاير جنبيها بس ونوع شان ماشي اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ترى هم فين هم فين هم مين؟ ارى انكم متوترين انا هسايف انكم متوترين لا وإلي وتوترنا يعني كرس 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 مش عاوزين زبالة اهلا شكرا ما عندناش مش عايزين طب ما فيش عندك هدوم مكوية عشان ناخدها اه المكوي كله هنا هو يا معلم موسيقى 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 ultura يا ماهي دخلت برضو.. وميش مني الله عدل انت مش حوايدينك انك تجي بدري كده وكمان جاي برمزي معك والله انا قلت. يعني اكافؤ ويجي اتغذى معانا النهاردة في البيت لانه صراحة لمكسرش غير تمسالين بس وبدل مايقعد في البزار ويقعد ياكول في التماثيل بيفتكرهم عروصة حلاوة ربنا نيخليك يا دول يا رب وبعد انا دولة ما انت بحبح المهية بتاعت شوي عمر حدولاًّاً احتدولاً صفت كمية ، كمية ، ده بيبيز أنا انخطلص ايه ده؟ ده حاجة صحة ايه ده؟ ده كلبي عادل كلب أيماًنا عارف أن كلبه أنا قلت أن هو أطة ايه اللي جابه هنا ده؟ يا حبيبي ده سوني سوني عادل سوني عاشت الأساميا يا سي Sوني وأنا عادل يعني إيه اللي جابه بقى؟ الله يا دولة دولا هو الكلب دا وانا بحقه حقيه ولا بلاستيك؟ بلاستيك؟ دا كلب بوليسي يا لك ايه دا؟ دا انا معيش بطاقة يا دولا لا ما تهداش انت بصوت الكماش مع اي حاجة فالص لانه هو بالنسبة لك يعتبر زميلا عايز افهم؟ الكلب دا ايه اللي جابه هنا يا هانا؟ بص يا بيبي ايه دا بص كده؟ انا حفاهمك كل الحكاية عشان انا عارفك ويسقوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديث بص بقى انا وانا قاعدة عند الكافر قابلتي يا مامي صاحبتي باكينام انت عارفاها طبعا يا حبيبتي كي بقى بخور اللي فزيعة دي اللي هي الريتش دي اه 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 دي بقى كانت عايزة ايه تسافر عند بنت خلتها مالتا طاعد هناك شوية كتير جدا شعاويل دي ليس راجة من اسطنبول ايه يا مامي انت فاكت انها زيينة قاعدة طول النهار كده في البيت لقى دي رايحة جاية السفر طهراته بتاع المهمة يعني اختصارا للقول انها كانت مش عارفة هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر اه فعرضت عليك بقى ان انت تتخلي الكلب بتاعها عندك يعني عمري عمري استحالة دي احسن انت بتها رجل ايه عادة امال ايه اللي حاصل يعني انا اللي عرضت عليها انها هتخلي الكلب عندنا هنا برافو عليك يا رورو يا رورو يا رورو ماما ماما انا عايزة لعب مع الكلب وانا دولة عايزة اخد الكلب ده وانا واربطه واجربه في الشرعة دولة بقولك ايه رانيا رانيا بس يا لانت وهيك رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحته الكلب ده اخده يسربيه لو سمحت ما تجرحوش ده ابن عيلا متأصل ومن اصول عريكة من اصول عريكة ايه يعني جده لك باشا انت ماتهرج لعاد الولئيتي هيتا باش ه سوب Anita عاولواه ازدي ده أصولاه انجليزية فرنوسوسوية اتالية انا ماليش جعب الاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده اهم حاجة ما يعديش انا بقى حدودي الاخلمية في البيت لا اقصole عليك اقصء عليك اогод الحرام عليك انت ايه مسمعتش عن جمية الرفق بالحيوان ازاي مسمعتش اما الحيوان ده اللي انا برعاه بقى لك خمس مواسم لغاية دلوقتي اعمل فيه ايه رمزي زفتي ده يا ربني خليك يا دولة رب وبعدين يا عادل حرام عليك انا مقدرش انزل الكلب ده في الشرع الاحسن انا انا خايفة عليها تشرد ومستقبله وزيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع كلابش يعني هيعمل ايه يعني هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني ايه انت بتكلم عنه يا ابني ده بيكل كل يوم شركسية شركسية بقى لاش اوفر بقى شركسيت ايه يا ماما ده اساسا عمره مداء اللحمة ولا عدت من قدام نخيره خلاص خلاص يا عادل خلاص ده واضح ان انا مضطرة استغنى عن الميت جنيه اللي كانت هتطلعلي من الكلب كل يوم ميت جنيه؟ اصلا اني بقدتش يا مامي صحبته اداتني الف جنيه على اساس ان انا اسرف على الكلب كل يوم ميت جنيه بس انا طبعا بنظرتتي المصروفية اللي هي المحافظة قلت ان انا حاسرف عليه خمسين جنيه بس والخمسين جنيه حاسبها المصروفاتي الشخصية رانيا؟ لا مصروفات البيت يا مامي اه انت عارفها زمان كان نفسي يبقى عندي كلب بس كان عندنا البيت صغير يعني بصبح بكلاب اه والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض وكلب الابيض ينفع في اليوم لسود ايه ده انت جايب الكلب هنا؟ هو ايه يعني ما كفكيش تولي اليوم ان هو يبقى معاك يعني جايبهولي شوفي لو سمحتيه شوفي هينام فين؟ هنا هينام هنا فين؟ فوسطينا يا بابي فوسطينا؟ ده زا كانت ياسمين بنتنا عمرها منامت فوسطينا هتنايمي كلبه فوسطينا؟ صح لك يا عادل ده سوني 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 ايه سوني سوني سوني؟ ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي اه طبعا عشان اختك لسه ما خليفيتش مرحة، ما تعذرش يا عادل لا انا باتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي؟ معقولة يعني يا رانية يا عادل يا حبيبي انا وعدت صاحبته ان انا حاسزه بالحنان والحب والامان والامن اه الامان والامن ده ممكن يحصون في اي حتة لعلمك لو نام في البلكونة هيتسلى جامد عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحط او اقولك ممكن لنيمه في الصندار عنده فران بالهابل هيقعد يلعب معهم وهو قد الفار اساساً مقدرش يا عادل مقدرش مقدرش يا حبيبي ده امانة 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 عليكي انا عايز انام كده يا عادل اوكي طالما انت عايز كده بقى ومسر وملح بقى رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل انك ترعاه زلك المسكين الحيوان لا ده الحيوان ده لطيف جداً ده انا بحبه جداً يا سوني 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 يلا ايش شبه جوجه ايه بلع ده بلع اهو ايه 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 تعمل ايه تعمل ايه بسق الجمل يا دولة علشان الدنيا حر بتسق الجمل يخرب بيتك مش كفية التماثيل اللي بتبوزها كمان بتبوز الجمل يا ابني الجمل ده سفينة الصحراء يعني ما بتشربش مياه خالص ايه ده دولة ايه ده الكلب ده دولة هو الكلب ده اللي انا شفته عندك مبارح في البيت لا يا سيدي هو رانيا اثرت ان انا قعد عندنا اسبوع فاجبته بقى اه شخصيتك الضعيفة دايماً موجودة في كل حتة يا دولة يا دولة رانيا تقولك حاجة تقوم راضي كده هون بالامر الرابع على طول الامر الرابع؟ طب ايه هو الامر التالت انت اي حصة جاي فيها وخلاص المهم يا سيدي عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البزار لا يا دولة بص يا عم احنا الارفوف عندنا كلها زحمة يا عم والدنيا حر والتمثيل مش طيقة بعض اصر وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الارفوف يا غبي يا غبي حيزين نعلقه في حتة يعني اه ايه رأيك يا دولة احنا نعلقه هنا هو مطرح الطابلة ديه شنوقه بقى مكان الطابلة لا 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 بص اقول لك حاجة خليه على المكتب زى ما هو قاعدة الا اقول لي يا دولة يعني وانت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دون هنا هو عندنا في البزار اه خليه في البزار ايه المشكلة دولة مش انت ابارح قلتلي ان الكلب دون يعني بوليسي اه طبعا بوليسي بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني عامل نفسه كلب صغير زى ما تقول كده ايه كلب بوليسي سري طب يا دولة بقى يا خليه بقى يعني وصيه علي علشان اللسه ما طلعتش بطاقة لا هاخليه ااخد داله منك بس اهم حاجة انت كما انت ااخد دالك منه شوفه محتاج يعني نفسه اوامره انايا يا دولة تمام يا فندم تمام اهههههههههههههههههههه هى هيعمل ايه بقى ايه هنا بالزبط هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا فى البزار عادي جدا يعني انت عتحرص البزار طول الليل وهوا يحرص البزار طول النهار ايه ده ايه ده ايه ده ايش معنى يعنى انا اللى احرص البازار بالليل لان هو كلب صغير يا ابن ده اي مفعش يحرص بالليل يا ابن بص ده هو نام بالنهار اساس انت حنانصح بالليل بالعافية اه فهمتك فهمتك دولة باين عليك ده هو المقتنع بالكلب اولا رامسي انت بتفكر مع نفسك بصوت عالى ولا ايه انت اسمعتني ايه خرب بيتك ما بص بقى دولة بصراحة يعنى انا الكلب ده وان جاي بقى كده وان على قطعيش يا عاما يا عاما قطعيشك ايه بس يا رامز واي كلام بتقوله ايه ده يا رامز انت غالي عندي انت بميك كلب يا لا بنا اخليك ليه يا دولة رامز هاو هاو كده هاو 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 سنسن يا سنسن يا حبيبتي اسحى بقى والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده اه كون عملتله ايه يعنى بالعكس ده بيأكل ثلاث واجبات في اليوم الوضع رامزي ما باكلهمش يعنى لا ما فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتأكله حرام عليك يا مفتري ده عنده انت واق نفسي سايكولوجي وحالته النفسية متدهورة ده مكتئب جرأي يا ست انت يعنى عايزان يعمل ايه يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك ده حاجة غريبة والله الكلام اللي انت بتقولي ده يا ماما عامل ايه للكلب مش راضي ياكل انا قلت من الاول مود ومش مظبوط مود ومش مظبوط اعمله ايه يعنى وبعدين لعلمك بقى رامزي يعنى متولي كل حاجة بيأكله بيشربه بيحميه وكل حاجة لا انا مصدقاك ايه ما هو واضح ان هو خباله منه وبيأكله ده مش بعيد يكون بيأكل اكله حرام عليك انا مش عارفة بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحالة المزدرية دي هتقول علينا عملنا ايه عملنا ايه يعني اعمل ايه اعمل ايه انا مش فاهم يعني كفاية او ان انا مهتم بيه وبأكله وبشربه كفاية منظري بس قدام المعلمين بتوع البزارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكة حمرة شكلي وعش لا واللهي انت قد الكلام اللي بتقول ده اوكي اعتبر الاتفاق انتهى انتهى هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان الالف المتة خلاص بح بح ايه يا اهراني ايه يا راني ايه هنعد ببعد ولا ايه واللهي بقى انت اللي بدأت انه باح يا استاذ عاده اشرب بقى ايه ازاك عمال دولي ايه ازاك حتة سبعة عمال رمزي الحمد لله ازاك دولي ايه اللي جابك هنا يا عادة يا رمزي ياه يا دولي زهقت يا عم من قعد اتباق البزار فقلت بقى اجا عد في القهوة شواء ولا يعني الكلب دول احسن مني يعني ماذا تزوق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا اياه دا رمز بس يا دولي يعني الكلب دول مش احسن مني في حاجة يعني انا بحرس البزار زي وبالذات يا دولي لا مش زي وبالذات هو بيحرس البزار بس انت بتحرس البزار وبتكسر التماثيل ايه وبكسره عشان بفك النحصة هي ما بتبقاش عايزة تتباق انا انا مش فاهم انت غاية هببية عايزة ايه عايزة ايه ولا حتة امورنا معلم رمزي لو سمحت عايز كبات شاي تاني يعني على حساب دولي حبيبي انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي اديك قلت هو بتاعي يعني انا لسه ما طلطتش حاجة يا سلام اه فضل يا بشا شكرا انا لحيت ايه ده ايه ده ايه ده انت هتاخد الشاي بتاعي بتاعك ايه يا لا الشاي ده بتاع انا يا لا بقى بس بس مش عايز اي دوش ايه لما اوزه بشا البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراوية حلبة ينسون شوات عصير عظم ولو بشا بيشتغل بالحجارة ده ولا مش بالاكل ولا ايه يا زريف ده كلب زميلك ده ايه ده دولا ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي بص ده اصلا كان قطة واخد بالك بس عمل عمالية تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده فبقى دلوقتي كلبي يعني ما شاء الله ياه اقترين يا دولا كل مضربه يعد ناو ناو هما لا بي ناو ناو ده وبعدين انت لابس اللبس بتاع اللو عالين راسم الكلاب ولا ايه لا يدول ايه ده اللبس تاعدوا ياه باين عليك بتحب الكلب ده واقصة عادة اه طبعا لازم احبه يعني ده برضو روح يعني طبع ماشا طالما يعني يغالي عندك اوكا ده ما تعالجه اتعالجه ازاي يعني علجه فيه اا وديلي الدكتور نفساني وديلي الدكتور مجد الدال ايه ماجدة ديل دا؟ يعني مادام ديل يبقى اكيد دي عليك حيوانات يعني؟ لا دا حكايتو حكاية يا باشا ماجدة ديل دا هو صغير عدوا كلب فراحل مشاشفة قعد خمشار سنة هناك فبقى تخصص خارجي الكلاب ايه دا ايه دا ايه دا؟ طبعا انا وانا صغير هدول عدني كلب عادي يعني اكيد طبعا الكلب خد واحد وعشرين حوقنا ايه دا دول انتخرافك؟ يا ابن ما نعارف ما دي امراض بتتنقل الكلاب المهم معاك العنوان بتاع الدكتور دا؟ اه طبعا باشا معاي طيب حلوة ايه 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 هتعمل ايه هتدلق الماء على الكلب؟ لا اسي كانت هتوقع ماذا؟ كانت هتوقع ادخل بس 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 يا اخي يا دكتور اهلا وسهلا احب عرفك بنفسي انا الدكتور ماجدة ديل اخصائي في علاج الكلاب الليلو والجرفون ماجستير في علاج كلاب الصيد دكتوراه في علاج كلاب الحراسة وزميل كلية الكلب البوليزي وعضو الجامعية الدولية لكلب البحر أكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك أما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالي الكلب البحر برضو يعني حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة يا سلام طيب حضرتك يعني إحنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا إن شاء الله معك روشيتة؟ أه اتفضل هي يا حضرتك أه كشف باسم الكلب سوني خير بيشتكي من إيه ده لا يا دكتور مش ده العيان حضرتك وإيش عرفك إنت؟ إنت دكتور ده عيان وحالته متأخرة تمان أيوا حضرتك أنا واسق إن حالته متأخرة بس ده إن شاء الله يحتاج عليك طويل أو حالته ما يقوس منها خالص لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها أمل أهو تفرج حضرتك ياه ده حالته صعب خالص طمين يا دكتور عنده إيه بالزبط حضرتك للأسف الكلب عنده كرنبولي على المخ واحتمال نعمله عملية نقل مخ نقل مخ؟ لا بقولك يا دولة بقى ما توقعش تبصي لي عام أنا مخ بقى مش هيتنقل لحتة تانية يا دولة أنا مش ناقص وبعدين يا دولة أنا سمعت إن نقل الأعضاء حرام لا يا لأ نقل الأعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجة هو ده اللي غلط لكن نقل الأعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابنة طب بص يا دولة إيه رأيك ننقل مخ القطة دي للكلب ده لا ساعتها يبقى كلب ما أطأت غلط غلط لا يا دولة ما ساعتها برضو هيبقى مخ الكلب ده في القطة دي يعني ساعتها تبقى قطة بنت كلب لا لا ما ينفعش تنفعه إنت مخك نخدوق من إنو الكلب ونخلص بقى طب وهيبقى إيه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جازمة إيه رأيك؟ من الواضح إن الكلب اتعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة أثرت على عقليته الباطنة وطبعا أثرت على وظيفه الحيوية اللي بالتالي هي الكلاوي والكبدة والمخ يا سلام كلاوي والكبدة والمخ جوعتنا والله يا دكتور للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوى اختصر يا دكتور ديل ويقول إنه هو مات يعني لا لسا فيه أمل بس أنا عايز أسألك سؤال الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ هوفي إيه؟ هوفي إيه؟ ما كان قاعد مع ده حضرتك يعني أنا عارف طبعا إن رمزي من سلالة تانية بس ما كانش قدامي غير إن أنا قاعد اتنين مع بعض طب إنت بقى عدولة بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاتقاد اللي إنت بتبتهدوني دول ومدي أجر للكلب دول نقدي الأجر بتاعي آه النفسية نبتدت تظهر عموماً إنت مشكلتك النفسية دي هنعليجها بعدين بقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل نهار دا إحنا في مشكلة الكلب عضاً للحل إيه دكتور؟ الحل إن الكلب دا اتعامل معاملة سيئة ومش حاسس بالاضطهاد وفي حد أحطه في دماغه إنت هتفضل قضية هوفو هوفو ولا إيه؟ ما أنا عارف مين اللي أحطه في دماغه نعمل إيه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير موسيقى موسيقى إيه إيه؟ هتنفض الكلب؟ أنا ما كنتش أعرف إن إنت غلاوي قوي كده يا ده يا رامزي أيو يا دولة بقى لإن إنت بتحب الكلب دون أكتر مني يا دولة بقى لدرجة إن حاسيت بالتفريطة العنصرية التفريطة العنصرية؟ ماشا يا رامزي إنت عملت إيه في الكلب بالزبط يا ده؟ بص يا دولة إنت كنت كده وإن كنت بتديني اتنين جنو ونص أجيب لنا وهو لانشون ناكلنا وهو سوا قلت عادي يعني إيه؟ من يومين كده وإن قلتلي لا يا رامزي هاتله هو بجنو ونص وإنت بجنيه يا رامز وكل واحد في ورقة لوحده بتخولني لا وفيها إيه دي يعني معادي؟ لا يا دولة بقى مش عادي أنا بقى ردتلك الساغ بقى صاغين بقى يا دولة قمت أنا جايب لنا بجنيه ونص سيلانشون كلته كله لوحدة وجايب له هو بجنيه واحد بس سيلانشون واللي فاض منه كلته كمان أنا مش هقدر طمعنا يا رامزي أنزل لعقليتك لكن أعمل لك إيه؟ أعمل لك إيه حرام عليه؟ جبت للكلب شلل في لسانه بص بقى دولة بقى أنت ابن عمي وحبيبي وكل حاجة بس بقى اللي أول هو شرط آخر ونور يا أنا يا الكلب ده في البزار يا سلام الكلب تكع الله لا يا دولة أنا آسف يا دولة أنا كنت بحذر يا دولة والله كنت بحذر ما تقطعش هيش يا دولة والنمج أيوة كده تعيدل أموما الكلب ده هعينه مدير عامل البزار وإدا تبقى شغال عنده الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين هز ديله شمال تروح شمال سامع؟ ماش يا دولة طب مفرد بقى الكلب ده فرح بقى وهادي هز بقى ديله شمال ويمين عامل ايه؟ تبتل رايح شمال ويمين لغاية ما تبخوا انه خلاص مين قدولة بقى اوه ما بيقبز ما بيتحركش اصلا انت عملت في ايه؟ ما بيتحركش بس 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 نيو 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 ما بقى وصنا انت بتعقدوا بتعملوا صوت قطة؟ ماشي ماشي انت كل على الله روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده ايه اتب وانا قدولة وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ انت كل على الله هات الكوكتيل ماشي 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 مش 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 ما عليش كلب حال خير اهلان اهلان ازك يا خواجه تفضل تفضل ايه دا انت عمدك نعم الكلب دي؟ اه لا بس الكلب دا مش بتاعي دا واحدة سيابعة عندي المدة اسبوع لكن لو عايز اي كلاب تاني عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز لا تمثال ايه؟ مش ممكن ايه الصدفة دي يا حضرتك موعد الكلب دا هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا خبيبي انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلام وعندي كلبة اسمها ريتا وبدور لها العريس من سلالتها بتدور لها العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني والصدفة ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شير ايوة جميل اهلا وسهلا بيها يا سيدي بس مش هينفع يعني حضرتك ارجوك لا حضرتك مش هينفع خالص بجدل قص دي مسئولية ماينفعش ان انا اجوزها من غير مقاهل واعرفه يعني هو يوم واحد حاخد الكلب اتجوزه لريتا وارجعه لك تاني اسف مش هينفع خالص معلش يا خواجه حديك خمسمائة دولار ايجار يوم واحد خمسمائة دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا حضرتك انا ممكن اشهد عالعقد يعني يا سلام الف جنيه رعاية وخمسمائة دولار جواز ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة مية مية يا حلوة اوي 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 ادولا الله عليك يا عم بقولك يا دولا ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك ها اه اه اعزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر كوكتيل فواكه البقى اي الزفارة جاي فيها انت وخلاص ايا راني ايه ايه بكي نام صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة اه 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 هو دلوقتي مش معادها بكرة ماشي ماشي خلاص انا هجيبي الكلب واجه حاضر ماشي سلام سلام اه لازم اكلم خليه بقى عشان نرجع الكلب ده موسيب يا سوق ده لا يا دولا لا ايه هتوامل كده يا دولا لا يعني هتعاكلن على الكلب فيهم فرحوا يا دولا يعني اه طبعا صعبان عليه موجينس واحد طبعا ايه يا دولا ايه لا لا بقولك ايه ما تفكرش في ايه لا 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 لف 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 لدولا لف كده دين سغير اه ماشي لف كده اه اعمل لي صوق كلبي كده لا مه انا مش مصدقة نفسي ان بعد الفترة دي هشوف البابي بتاعه يا سلام فعلا الدنة غالي فعلا انتو مش متصورينها وواحشني قد ايه يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه يا سلام ربنا يخليكم البعض وما يحرمكوش من بعض ابدا عادل فين القلبي عادل الكلبة مفروض على اصول انا مش فاهم ايه لاخر رمز الغبي ده ايه دك يا عادل لو الكلبة ما جاش دلوقتي مش حراخو بقيد فلوسنا انا حاسة يا طن ان ممكن يغم علي لما شوفو لو لان الفيزا بتاعتو اتأخرت كان زمانه معايا هناك في مالطا شوف الدنيا يا عيني معلش حبيبتي معلش بس انا بقى مبسوطة جدا ملفز في النص بتاكل الكلب ده ربنا يخليكم البعض عادل الكلب فين انا مرار تحت اتفئة وحيجي للنقطة بابا هو الكلب لسه عياني عياني البومي كتايا عياني لا انا كان قلبي حاسس اعملت اي هرانية في الكلب بتاعي لا 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 ما عملناش اي حاجة كل خير ان شاء الله ده هو عطس عطسة كده وقلنا له الف سلامة ليك ودينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد لله وعارفة صحيته ردت وقعدته في البزار وبقى زي الفل ما تلاقيش خالص اه 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 دولة حبيبي دولة ولا فيه الكلب يا لك اهو جاية دولة اهو ادخل ايوها الكلب ايه رأيك يا معلن ايه رأيك يا معلن محلق ايه دي خلبيتك قال لي انت جايبه ده انا قلتلك عايز كلب تقد اللي كان عندنا جايب لنا واحد قده عشرين مرة الغضي ايوه دولة ما انا قلت بقى ناقي واحد كبير بقى اهو في ايه اهو عتقول الكلب بتاعي واصل وصراحة واصل ايه ده هو شكله اتغير كده ليه هو بقى ضخم ازاي بص يا حضرتك عشان تبقي واثقة ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك فاحنا اكلناه كتير جدا زا ما تشايفه وشربناه كتير جدا والعلم كرامزي ده كان عند اربع رجلين بس هو كان رجلين منهم يعني وقعدنا في الشمس فلونه بعد ما كان ابيت بقى اصفر فسود وكده يعني انا مش عارفة اقولكوا ايه انا متشكرة قوي ودول ميتين جنيه زيادة مع اولى تفضلي مع السلامة مع السلامة